السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات ام يسرا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خيروا باحوال جيدة ياربي امين قبل من مدالة فيديو اه كان بغين نشكر الناس اللي اضافة جديدة كنقول لهم شكرا على التشجيع ديالكم ومرحبا بكم ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ونقدم لكم اطباق اه فم متناول الجامع اطباق صحية اقتصادية و اه جديدة ان شاء الله بالنسبة للوصفة اليوم هنقدم لكم سباكتي بالفطر والدجاج اللي تجيء رائع في المدى نتمنى تجربوها اكيد غتنا للاعجاب ديالكم كانحتاج الفطر عندي اربعة الحبات حتى الثلاثات الحبات عندي كذلك اه رابعة ديال سباكتي من نوعه البانزانيا صراحة اه بنزانيا رائعة في المدى ديالها وما كتتتعجنش عندي كذلك قطع ديال الدجاج اللي قطعتم شرائح طويلة كانحتاج بصلة صغيرة مشلدة قطعة مربعة صغيرة جدا كيف ما كتشوفوا معايا صفي هادو هما المكونات اللي تنحتاجوا كذلك منساش اه اه رويس ديال التوما لانه كيعطي مضاق هائل لهاد الوصفة هاتي كانحتاج بالنسبة للتوابيل عندي ابزار اه ملح وزيت الزيتون اما بالنسبة للسلسة البيضاء فانا كنستعمل فقط سلسة البشاميل لتنحضرها بالحليب زبدة وملعقة من الدقيق الابيض وكننسمها بالقليل من القوزة وشوية ديال الملحة والابزار ماكنستعملش القجدة الطريه الى بغيتوا تستعملوا القجدة الطريه ممكن تستعملوا القجدة الطريه غير اه من الاحسن انكم تستعملوا النوع الجيد والنوع الجيد كيكون شوية زايد في التامن ذاك شي لاشتا نستعمل كنفضل البشاميل نبدأ وان شاء الله على بركتي الله في طنجرة وضعت الماء وخليته حتى يغلى وضفت عليه رابعة ديال سباكيتي كيف ما قلت لكم كنستعمل بنزانيا نوع جيد صراحة انت تعجبني وضفت لها القليل من الزيت النباتية والقليل من الملح باش هكا ما كتتعجنش ليه وهي كيف ما قلت لكم انا ما كتتعجنش لانه هاد النوع هذا اللي كنستعمل صراحة اغزال وكيعجبني وحتى في الماداق ديالو رائع وماشي بالضرورة انكم تستعملوا سباكيتي ممكن ديرو اي نوع من العاجاء كتحبو في مقلات اه وضعت زيت الزيتون القليل من زيت زيت كيف ما كتشوفو من الاحسن انه انا متوفر عندكم زيت زيت زيتون ديرو زيت زيتون انا ما متوفرش ممكن ديرو اه زبدة و القليل من زيت النباتية ولكن انا من الاحسن كنفضل زيت زيت اللي انو كيعطي نسمة هائلة وكنضيف عليه ملعقة صغيرة ديلة الزبدة اه سفي غد ينضيف ليهم كذلك بصلة صغيرة اللي قطعتها مربعة صغيرة كيف مما شفتو معايا صراحة هادي هي الطريقة اللي تندير دائما طريقة بسيطة وسهلة اه كذلك تتجي في المدق هائلة تتجي النسمة ديلة شامبينيون و الدجاج رائعة مع معس باكيتي كتعجبني بزاف وهدي هي الطريقة اللي تندير لها ديما صراحة كتعجبني اه صفي كيف ما شفتو معايا غادي نخلي البصل يتشحر من بعد ما يتشحر ليه غادي نزيد عليه واحد رويز ديلة تومة ممكن كذلك لما عندكمش التوم عادي ممكن نضيف شوية ديال توم بودرة اه كنضيف رشة ديال ابزار وكذلك القليل من الملحة صفي غادي نخليهم يتشحروا من بعد غادي نضيف ليهم شرائح ديال الدجاج اللي قطعت اه كنضيف الدجاج هو اللي و اللي انه شوية تياخد طياب بالنسبة للفاتر ما كياخدش طياب بزاف تنخلي هو الاخير حتى كيطيب ليه دجاج و كيتعسل و ياخد اللون الذهبي دياله من بعد كنضيف ليه الفاتر واحد المدة ديال ثلاثة دقائق حتى الخمسة دقائق اه صفي كيف ما شفتو معايا هني وضعت الدجاج غادي نخليه يطيب من بعد غادي نرجع معاكم باش نضيفوا ليهم شرائح ديال الفاتر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وهذا هو الشكل النهائي ديال سباكيتي صراحة تجي اها الى في المنظر وكذلك مادقة رائع نتمنى تجربوه وتردو لي الخبار في الكومنتر مرة اخرى كنبغي نشكر الناس اللي كتشجعني والناس اللي ضفت لي جديدة وإلا كنتي اول مرة تتشوف لا فيديو ديالي ما تنساش تضغط على زر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد ان شاء الله وكذلك تبارتجيوا لا فيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على المشاهدة الى فيديو قادم ان شاء الله باي باي مع السلامة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة